يوماً بعد آخر، تتكشف سيطرة ميليشيا الحوثي المطلقة واستبدادها بمفاصل الدولة، حيث أيدت محكمة الاستئناف في صنعاء الخاضعة لسيطرتها، حكم الإعدام بحق مدير قسم شرطة شملان وجميع أفراد القسم. هذه الخطوة التي جاءت بتهمة قتل مشرف حوثي، اعتدى عليهم أثناء تأدية واجبهم الرسمي تعكس بجلاء تسيس القضاء وانهيار سيادة القانون في مناطق سيطرة الحوثيين. بحسب قانوني، فإن هذا الحكم الجائر الذي صدر في محاكمة صورية تفتقر لأبسط معايير العدلة، يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتعدياً على مبادئ الشريعة الإسلامية، ويبعث برسلة رعب لكل من يجرؤ على تحدي سلطة الحوثي، ويؤكد أن الولاء للجماعة يتقدم على أي اعتبار آخر، حتى لو كان لتطبيق القانون وحماية أمن المواطنين. هذا الحكم لا يمثل مجرد إدانة لأفراد أبنية، بل يوصف بحسب مراقبين كإرهاب مقصود للمجتمع اليمني بأسره، وتفريغ ممنهج للمؤسسات الأمنية من عناصرها الوطنية، تمهيداً لاستبدالهم بأفراد من الميليشيا أو إجبارهم على الخضوع التام لأوامرها، مهما كانت مهينة لأشخاصهم أو مخالفة للقانون وتفتك بالمجتمع. ممارسة قمعية تنتهجها ميليشيا الحوثي بهدف زيادة تآكل ثقة المجتمع في مؤسسة الدولة، وتعميق الانقسامات الاجتماعية، وإطالة عمر سيطرتها على السلطة، لخلق شعور عام لدى أتباعها بأنهم مطلوبين للثار، وقد شاركوا في قتل المدنيين وسلب حقوقهم، وبالتالي يلجأون للقتال في صف الميليشيا إلى آخر رمق. خلال الأشهر الماضية، أصدرت محاكم الحوثيين بمختلف درجاتها مجموعة كبيرة من أحكام الإعدام ومصادرة الأموال، شمل ضحاياها الكثير من السياسيين والعسكريين والتجار والأكاديميين، وهي خطوة تبدو في سياق التحضير لجرائم قتل بغطاء الأحكام الصادرة عن جهازهم القضاء، إضافة إلى استخدام الضحايا وأموالهم كأدوات لابتزاز أهالهم مادياً وإرهاقهم معنوياً، واستخدامهم أيضاً ورقة تفوضية للحصول على مكاسب سياسية أو تحرير أسرى عسكريين.